موسيقى السلام عليكم ورحمة الله موجز إخباري من قناة مرابطون أهلا بكم احتج عدد من سكان مركز باسكن الإداري أمام القصر الرئاسي بنواكشوت تنديدا باعتداء عناصر من القوات المالية على بعض سكان المركز تسبب في مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين وطلب المحتجون السلطات الموريتانية بحمايتهم مما يسموه الاعتداء المتكرر للقوات المالية على سكان المنطقة أصطرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها السنوية حول وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا وقالت رئيسة اللجنة ربيها بنت عبد الودود خلال لقاء عقد بمقر اللجنة في الواكشوت وأشارك فيها عدد من الحقوقيين إن التقرير يعكس التطورات الحاصلة في المجال الحقوقي بموريتانيا خلال الأوينة الأخيرة وعلى مختلف الأصعدة وفق تعبيرها دعا نقب صحفيين الموريتانيين أحمد سالم ولي المختار السلم إلى تفعيل الشراكة الثقافية بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية وأشهد ولي المختار السلم في تصريح له على هامش زيارة أداها رئيس البعثة الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية عبد الرحمن شاغم لمقر لنقابة صحفيين الموريتانيين بما سماها القواسم المشتركة في المجال الثقافي والعلمي بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية أكد المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطية أن الحوار الوطني الجاد والبعيد عما سماه المناورات السياسية تافها وهو الحل الوحيد للخروج مما اعتبرها أزمة متعددة للشوانب قالها إن البلاد تعيشها وأبدى المكتب التنفيذي لحزب التكتل في بيان صادر عنه تمسكه بالممهدات والآليات التي وضعها المنتدى الوطني لديمقراطية والوحدة من أجل المشاركة في الحوار السياسي خلدت موريتانيا الذكرى الخامسة والعشرين للأسبوع الدولي للرضاعة الطبيعيها ويتضمن التخليد نشاطات تحسيسية في مجالات توعوية للأمهات بأهمية الرضاعة المبكرة ودورها في نمو الأطفال حفل التخليد شارك فيه عدد من الأطباء والأخصائيين إلى جانب عدد من العاملين في المجال الصحي في البلد ممكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهر على الشاشة السادسة نشرة إخبارية مفصلة بحول الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة